التعصب. احنا عايزين يعني نقتل التعصب. ليه زمان طول عمر الآلي والزمالك موجودين. طبعا. ليه دلوقتي بقينا اكثر تعصبا والناس بقت اكثر تعصبا. طبعا. اولا لازم نقول ان حصل خلل ما في اخلاق المصريين بعض الصور. الحقيقة يعني. السوشيال ميديا خلقت فراغا الكترونيا. كل اللي ما بعرفش يقوله في وشك بيقوله في السوشيال ميديا. يعني اللي بيشتمني في السوشيال ميديا ده لو قابلنا حيقف يتصغر جنبي. فالناس بتفرغ طاقات جوه السوشيال ميديا. وفي نفس الوقت كمان ده جزء مهم على فكرة. السوشيال ميديا تلعب دورا مهما ومؤثرا مش بس في الكرة في السياسة في العالم كله. يعني تقدر تخلي ممثل ما الرمش السوشيال ميديا بتهاجمه. ممكن مئة حاجة ومئة قضايا بتتفجر بالسوشيال ميديا ودي حاجة كويسة. لكن اللعيب ان احنا ننصاق ورا مجموعات من المتعصبين واللي بيطويلوا سنهم الكلام البذيء بتاعي. يعني انا واحد من الناس بقالي شهرين موقف في تويتر عندي. لان انا بقول اي رأي. اي رأي. مالوش اي علاقة بأي حد تلاقيش تيمة. فبلاش. بلاش منه. لكن اللي بيخلق التعصب اكتر يا مادام لميس. انعدام العدالة. انعدام العدالة بيخلق تعصب.